أنا الثاني التقليدي الساخد ريس معروف في هذه القطع عمي دريس بالحرفيين على كل حالة نرى تنابل من الصنع التقليدي اللي معروفين ومرس هذه الحرفة هذه كتر من ستين سنة وتعلمنا على المعلمين ديانا على كل حال رحمهم الله تعالى وانا من ناحية ديال هاد الخبر حقا اللي جام من هاد من عند هاد الدولة المجاورة او هاد على كل حال الحكام اللي هما او الاعلام ديالهم انا اسفاجأت كيف اسفاجأوا واحد العدد ديال الناس مني شافوني جزائري حقيقة الدرجة خود اللي عايت لي بالتليفون وخود اللي كان كون غادي في الصرقا وسي يكلمني مدريس واشو اللي تي جزائري واشكادا وعلى كل حال انا براس كيتفاجأوا الناس فاشأت انا من الدرجة واحد نرانا قالس والول جا عندي قال لي يا بابا واش انت درتي معاشي حاجة مع الجزائري وقال له انا ما درتي حاجة مني كان كتشفوك القوادي قانم القانوات ديال المغريب كان صادفتني وبشاوهما على كل حال كاتعرف هاد شي هذا اللي داروف الحق ما يديرو شي تالحمق ما يديرو شي لانه هاد شي ماشي ماشي من المنطيق الانسان ينسبوا حد الحاجة اللي ماشي دياله ينسبها له هدي صناعات تقليدية فاسية مغريبية وانا على كل حال مغريبي فاسي صانع تقليدي هاد شي ما يحتاج شي عسان يهدر فيه نتمنى وعلى الله تعالى يهديهم لانه هاد القانوات ديال الاخوة الجزائريين انا هكا كان نقول لانه شعب من يستحق التنويه انما على كل حال الناس المسؤولين ديالهم الله تعالى يهدينا وهديهم ودي جميع المسلمين وانتمنى وعلى الله تعالى احنا حقا حرام حرام الانسان في الحقيقة يكون ياسد اسمتي كيمتل وحد القطع وينسبوا راسه هو ما كيمتلوش وكيف سنقوله احنا وينسبوا راسه هاد عيب ان احنا عدنا عيب هدي عدنا نحتفل حرفة لدرجة انتك تنتج وحد القطع وتنتجها ويتمنها واحد اخر هدي من الاشياء في الحقيقة اللي انا عيبت عليهم لانه في الحقيقة وكل شيء عيب لانه حرام في الحقيقة الانسان صانع اسكلي دفاسي معروف